من جدا الزمالك والترجي في رادس واحد من اهم لقاءة الجولة التالتة من دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة كل التوفيق لمدرسة الفن وهندسة ورجال نادي الزمالك على الجانب الاخر في تمام التاسعة مساء الشياطين الحمر عندهم لقاء مهم جدا امام فيتا كلاب على استاد القاهرة وكل التوفيق للمارد الاحمر في الجولة التالتة من دور المجموعات لدوري ابطال الافريقيا إن شاء الله فرسي الكرة المصرية ووفقوا النهاردة إن شاء الله ويحققوا نتائج إيجابية تسعد كل جماهير الكرة المصرية كابتن عمر نبتدي مع حضرتك باللقاء الزمالك شايف فرصنا دي الزمالك إزاي النهاردة أمام الترجي في رادس خلينا نقول الحقيقة رادس الحقيقة أستاذ مخيف جدا مجرد ما تدخل تحس بالرحبة الشديدة يعني ده بالإضافة لأن الترجي الحقيقة تحس إن العيبة حفظين أبعاد الملعب بشكل كبير جدا لكن اللي أنا شايفه إن الترجي مش هو الترجي بتاع السنين اللي فات وبالتالي فرص نادي الزمالك أعتقد إنها فرص كبيرة جدا للفوز كمان مش التعادل إن الزمالك الحقيقة يملك مجموعة هيلة جدا من اللاعبين يمكن اللي ناقصهم بس يعني الحرص الشديد على الفرصة اللي تجيله يعني بيضيع فرص كتيرة جدا وده شيء غريب جدا على الزمالك ونجوم نادي الزمالك الناس كلها توقعت بعد رحيل مصطفى محمد إن خط الهجوم هيبقى بلا فعالية إحنا شفنا العكس في معظم مباريات الدوري الزمالك بيضيع أهداف الحقيقة بشكل كبير جدا أنا شايف إنها ناقص خبرات لبعض اللاعبة الصغيرة اللي موجودة في نادي الزمالك أو عدم انسجام لسه لسي في الدين الجزيري بالذات المهاجم القوي جدا على فكرة فأنا أعتقد أنه مشارك في أفريقيا والنهاردة التشكيل نزل وبشيكو هيلعب النهاردة بحميد أحدادك في رود تمام لأ أنا بتكلم على مطشوات الدوري لسه ما نسجامش بشكل كبير لكن اللعيب كويس طبعا طبعا حميد أحداد مردوده كان كويس في المغرب الفترة اللي قدام على المغرب وكان هداف الفريق مش ماشي لسه مع الزمالك يا كابتر عمر ما هي برضو أنت عارف الأجنبي ده ساعات أنت وحظك يما بيدخل بسرعة جدا يما بياخد وقت طويل هنا مطلوب الصبر مشوفنا فلافيو في النادي الأهلي صحيح لكن هو في المجمل لعيب كويس أعتقد النهاردة لو كان موفق أو سجل يعني دخوله في قيمة الزمالك كمهاجم بصفة مستمرة ده شيء وأعتقد ترك زكاية برضو من باشيكو هو متوقع أن الترجي هيهاجمة فيه مساحات فمنزل أحداد عشان المساحات والسرعات اللي عنده وهو محتاجه نادي الزمالك الترجي عنده مشكلة كبيرة جدا والحقيقة كنا مع نادي الاتحاد اللعبنا عليها وقلبنا الدفاع صحيح حاجتين مهمين جدا أو خطر جدا في أي مدافع رغم أن فيهم بعض اللعيبات دولية يلعبوا على خط واحد الاثنين الكرات اللي بتحط في ظهرهم الطولية الحقيقة يعني ضعاف جدا فيها لو بتشتغل على الأرض الدبل باس والكلام ده الحقيقة بيعمل خطورة كبيرة جدا صحيح فأعتقد نادي الزمالك عنده فرصة بنجومه أنه يفوز هذه المباراة النهار ده رغم صعوبتها الحقيقة إن شاء الله